قال رئيس الوزراء الأيرلندي سايمون هاريس قال إن بلاده تعترف بدولة فلسطينية مشيرا إلى أن كل من أيرلندا والنرويج وإسبانيا ستعترف بدولة فلسطين ووصف هاريس هذا القرار بأنه يوم تاريخي ومهم لأيرلندا وفلسطين مؤكدا أن الشعب الفلسطيني يستحق السلام والأمل في المستقبل بدلا من المعاناة اليوم تعلن أيرلندا والنرويج وإسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين وسوف يتخذ كل واحد منا الآن الخطوات الوطنية اللازمة لتنفيذ هذا القرار وفي الفترة التي سبقت إعلان اليوم تحدثت مع عدد من القادة والنظراء الآخرين وأنا واثق من أن المزيد من الدول ستنضم إلينا في اتخاذ هذه الخطوة المهمة في الأسبوع المقبلة هذا يوم تاريخي ومهم لأيرلندا وفلسطين اليوم نستخدم نفس اللغة لدعم الاعتراف بفلسطين كدولة ونحن نفعل ذلك لأننا نؤمن بالحرية والعدالة باعتبارهم المبدأين الأساسيين للقانون الدولي